السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آآ نكمل مع بعض حل الامتحان الفيزياء. آآ ده الناموذج الاولاني او التاني مش عارف. المهم ده الناموذج اللي وصل يعني. آآ فحالينا خمسطاشر سؤال ونحل الباقيين الخمسطاشر الضوتي والناموذج الاضافي التاني هشوفه واحله بازن الله برضو. آآ بالنسبة لاجابات الجزء الاولاني. آآ كان في بعض الاجابات في الطلب عندها فيها مشاكل. الحاجة الاولانية اللي اقولها ان الاجابات كلها بتاع اول خمسطاشر سؤال اكيدين يعني مش حاجة بنضرب فيها. عشان ننشر حاجة طبعا انا ما نكون متأكدين منها. الحاجة التانية ان في بعض الحاجات آآ في اختلافات فيها يعني. الناس بتختلف فيها وبعد كده بيستقروا في الاخر على الصح. لان اي حد ممكن يسوء انا نفسي ممكن يسوء اجاوب اجابة خطأ. بس لو ده حصل هقول في التعليقات هقول في وصف الفيديو ان فيه غلط في السؤال. معنا زلك فالاجابات كلها صحيحة بازن الله. آآ السؤال ده رقم ستاشر. في تجربة توماس يانجس تخدمه ضوء احادي اللون طوله الموجي خمس تلاف انجستروم هتلاحظ كل الاختيارات بالمتر يبقى لازم تخلي الاطوال بتاعتك كلها بالمتر. يبقى طول الموجي خمس تلاف انجستروم يعني في عشرة اسسالة عشرة متر. والمسافة بين الشقيني يعني دي هي تلاتة من عشرة بس ميلي يعني في عشرة اسسالة تلاتة عشان تكون بالمتر. والمسافة بين هتبتين مضيقتين متتاريتين هتبتين من نفس النوع. فبالتالي دي بتكون ال دلتا واي وخمسة بالميلي يعني في عشرة اسسالة بتلاتة عشان تبقى بالمتر. فان بوعد الحائل عن نموذج الذي يظهر عليه النموذج التداخل عن الشفقة المزدوج يعني الار تساوي كامل. بصفة عامة القانون بتاعنا المفروض ان الدلتا واي بتساوي لامضة ار على دي. انا عاوز لامضة كل اللي جنبها قلبوا في الطرف التاني. فالار هتبقى دلتا على لامضة مضروبة في الدلتا واي. تعويض مباشر بقى عن دي اللي هي بتلاتة من عشرة في عشرة اسسالة بتلاتة. في الدلتا واي اللي هي خمسة في عشرة اسسالة بتلاتة. على اللامضة اللي هو الطول الموجي خمس تلاف في عشرة اسسالة بعشرة. نحسبها. تطلع معاك تلاتة متر يعني الاختيار التاني. سؤال سبعتاشر يبين الشكل انتقال شوع ضوئي بين وسطين مختلفين في الكثافة. ان واحد وان اتنين. زي ما انت شايف المفروض امتداد الشوع كان يبقى كده. وده العمود المقام. فاقترب الشوع من العمود المقام. فاول استفادة ده وسط اقل وده وسط اكبر. آآ ده حاجة ما انتش عارفين هي قالها في المسألة لا. بس بقول لك عشان ما تشوف الرسمة تفهم دين هي اشياء ازاي. ازا علمت ان معامل الانكسار النسبي بين الوسط الثاني الى الوسط الاول اكتب بس اللي بقوله بالتفصيل. معامل انكسار نسبي من التاني للاولاني. بيساوي تسعة الى تمانية. تمام كده? طيب. ايه المطلوب? الطول الموجي للضوء في الوسط الاول. يعني لمضة في الوسط الاول. وركز في كل مصطلح عشان الامتحان كله بيركز انك فاهم ومركز الاتنين مع بعض. فاهم وتركيز. لان فيه ده اسمه الطول الموجي للضوء في الوسط الاول. عشان فيه ناس بتقول طول الموجي للوسط الاول. هو الوسط ملوش طول موجي والوسط بتاع الضوء. الطول الموجي بتاع الضوء. بيختلف باختلاف الوسط. فده اسمه الطول الموجي للضوء في الوسط الاول. تمام كده? هي حاجات بتبقى سازجة احنا لو بنشرح كده بنقول ان ده الطول الموجي للضوء في الوسط الاولاني. مش محتاجة التعليق يعني بس في بعض الناس بتاخد المعنى السطحي والدنيا بتبقى ضائع عندهم. فده الطول الموجي للضوء في الوسط الاول او سهلة وبسيطة المخدار ده اللي هو اتنين وتلاتة من عشرة في عشرة استسالب ستة متر. طيب ايه المطلوب الطول الموجي للضوء في الوسط الثاني تساوي? يعني عاوزين اللمضة اتنين. طيب ايه علاقة اللمضة واحد واللمضة اتنين بمعاليات الانكسار النسبية? هالناس هتقوم إليك ان اتنين واحد يعني لمضة احنا لمضة اتنين لمضة اتنين على لمضة واحد مش عارفين. طيب احنا اصلا عندنا معامل انكسار النسبي من تاني الاولاني يعني معامل انكسار المطلق الاولاني على تاني. صح كده كلنا متفقين على كده. الحاجة التانية من معامل الانكسار المطلق والطول الموجي علاقة عكسية. لان معامل الانكسار والسرعة عكسي والسرعة والطول الموجي طردي. فده تكون لمضة اتنين على لمضة واحد. يعني توصلنا في الاخر ان التسعة على التمانية هي لمضة اتنين اللي انا عاوزها على لمضة واحد اللي هي موجودة بالتنين وتلاتة في عشرة اسسالب ستة. طيب انا محتاج لمضة اتنين طرفين في وسطين او ده على ده. يعني تسعة في اتنين وتلاتة في عشرة اسسالب ستة على تمانية. نشوفها تطلع بكام? تطلع معاك اتنين تسعة وخمسين في عشرة اسسالب ستة متر. اه هنا موجود اول اختيارين بس معي في الورقة. الاختيارين التانين مش موجودين. هو الاختيار هتلاقي بقى الثالث او الرابع عندك. المهم ان دي هي الاجابة الصحيحة. السؤال تمنتاشر. انبوب مياه يضيق مساحة مقطعه الى الربع. ركز في كل حاجة. فان النسبة بين سرعة الدخول الى سرعة الخروق. تخيل ان المياه ماشية في انبوبة بالشكل في الاتجاه ده. فالانبوب يقول لك يضيق الى الربع. يعني مسلا اتجاه وعمل كده. يعني هنا كانت اي كبيرة وهنا اي صغيرة. فلنفترض ان دي اي واحد ودي اي اتنين. فبالتالي اي اتنين بيقول لك هي ربع اي في الحالة الاولى. فان سرعة الدخول يعني بي واحد صغيرة اهي. الى سرعة الخروج بي اتنين الكبيرة هي عشان العقا عكسيا. من السرعة مساحة المقطع. فهتكون ايه? دي قلة لربع واركز المساحة وليس نص كتر كل الافكار اللي المركزين عليها هي اللي برضو بيتركز عليها. تمام كده? في اقصد في فيديوهات المراجعة يعني. ال اي اتنين ربع ال اي واحد فمعنى كده ان ال اربعة في واحد. فهو عايز النسبة بين سرعة الدخول الى سرعة الخروج. تمام كده? تركز سرعة الدخول السرعة الاولى السغيرة يبقى تبقى واحد الى السرعة الكبيرة اربعة. تمام كده? عشان محدش يقول دي ربع يبقى التاني اربعة الى واحد على طول. تمام كده? طيب رتبها سرعة الدخول قلنا في واحد الى في اتنين فانت عايز في واحد على في اتنين فهتقسم هنا على في اتنين وهنا على في اتنين. فيبقى في واحد على في اتنين بتساوي. دي هتروح والالاربع دي تيجي هنا مقلوبة يتبقى واحد الى اربعة. تمام كده? نعيدها تاني. دي سرعة الدخول يعني اللي في الطرف الاولاني اللي مساحته كانت كبيرة لانه قلت الى الربع. فالسرعة في الطرف الاولاني اللي هو الكبير بتبقى صغيرة. لسرعة الدخول صغيرة واحد. والخروج الكبيرة والمسألة واضحة. اه لو انت قلطت وعملتها اربعة الى واحد انت مش معناها انك طالب فاشل. هي كل الحكاية انك وصل لك معلومة بتقول لك انت مش بتركز. فالمفروض تركز. يعني انا ممكن انا كمدرس اه ممكن اعكسها وامل لك المفروض تبقى ربع ولا واحد الاربعة هقعد افكر فيها شوية. فاي حد في دين هيقعد افكر فيها. فاما حاجة انك تركز. وما ما تفقدش الامل وتقولها يا خلاقة ده انا ضايع في الفيزياء لانه مش عارفها مع نظام الجليد. الموضوع مش فارق نظام جليد ولا قديم. سؤال زي ده ممكن يجي في النظام القديم عادي ما فيش فيها اي اختلاف. فالفكرة كلها ركز وبس. افهم وركز. دول المعلومتين اللي وصلون لنا من الامتحان ده. نيجي بعد كده للشو كرننا السؤال تسعتاشر والمعلومة اللي احنا ركزنا عليها في فيديو مراجعة كتير جدا وعدت وزدت فيها لواية ما صوتي راح. ايه هي المعلومة? قلنا نفرق ميت مرة ما بين موضع الاتزان وبين موضع البداية. موضع الاتزان هو البي. تمام كده? فين موضع البداية? اي حاجة? ممكن ابدأ من سي ممكن ابدأ من بي ممكن ابدأ من اي حتة في الدنيا. تمام كده? اه اقصد اه ابدأ موجة يعني مش ابدأ الحركة. يعني بداية الحركة مالهاش علاقة بموضع الاتزان. موضع الاتزان ليس له فائدة في الدنيا الا انه هو الموضع اللي لو سيبت الجسم هيقف فيه. فقط لا. بالاضافة للمعلومات الاضافية اللي هي صراع عنده قيمة عظمة والكلام ده. فهنا بيقول لك يمثل الشكل احد ازرع شكر ان انا مهتزة. اي مصار حركة يمثل اهتزازة كاملة? تعال للمصار الاولاني. بيقول لك اي سي اي? اي? يروح لسي ويرجع للا اي? اي طالب فاهم يعني ايه اهتزازة كاملة يفهم ان هو بدأ من النقطة راح لنقطة تانية ورجع فدي اهتزازة كاملة. ما هو الشرط بقى انك تقول لي لا ده لازم يبدأ من البي. ففي ناس تقول لك لا لازم من البي ويروح ويرجع للبي. اولا تعالى ناخد بقية الاختيارات. بي سي اي بي سي اي بدأ من البي وراح لسي ورجع للطرف التاني بس ما رجعش لنقطة بدايته تاني. يعني مش اهتزازة كاملة. طيب هل بي سي بي? بي سي بي? لا ده دي نص. طيب هل الاخيرة تقريبا هي مش واضحة عندي في التصوير بمفروض ايه سي بي? ايه وبعدين نروح للسي وبعدين نرجع للبي في ناس بتقولها بقول لك اصل رجع لموضع الاتزان. انا ماليش دعوة بموضع الاتزان. هعدها وازدها خمس مرة. انا ماليش دعوة بموضع الاتزان. انا لي انا بدأت منين? بدأت من الايه? يبقى الف لفتي بارجع لل ايه بقى كده اهتزازة كاملة. انما رجعت الموضع الاتزان ماليش دعوة بحاجة اسمها موضع اهتزازة في حساب الاتزازة الكاملة. تمام كده? السؤال عشرين. اه على قوة اللزوجة او اللزوجة عمتا. هنا عندك طبقة من السائل لوح السفلي الساكن واللوح العلوي المتحرك وسمك الطبقة او البعد ما بين الطبقتين. اه دي. وبيقول لك العلاقات دي بتوضح علاقة ما بين. سرعة تنسيها بكل طبقة من الطبقات السائل وعمق هذه الطبقة. طيب ايه العلاقة ما بين الفي والدي? تعال اكتب القانون بتاعك الف بتساوي ايه على دي. انا عايز اعرف الفي والدي ايه علاقتهم ببعض. طرفين فواسطين فهتلاقي ان الدي بتساوي ايه اس ايه على اف. اه احنا جبنا في. تمام كده? جبنا بس الدي ما كان الاف وجبنا الاف ما كان. فهتلاقي الدي والفي العلاقة ما بينهم طردية. طردية يعني كل ما بتزود الدي يعني كل ما تبعد عن السطح السفلي كل ما السرعة بتزيد. كل ما تبعد كل ما السرعة تزيد. هتقول لي لا يا مستر ازاي والكلام ده هقول لك ما هو ببساطة اصلا يعني هو موضح لك حاجة كده سازجة او يتفاهمك ان هي كده. هو اصلا تشايف ان الطبقة السفلية ساكنة. والعلوية متحجكة. يعني هنا السرعة صفر هنا السرعة كبيرة. فمنطقي يعني كل ما تطلع السرعة بتزيد. فبالتالي العلاقة ترضية وخط مستقيم المعادلة اللي هي شكلها وي بتساوي اللي احنا متفقين عليها في الاساسيات وبرضو كنا بنيديو تزيد فيها طول السنة. فهتكون الايابة رقم اتنين خط مستقيم. كل ما بتبعد عن الطبقة السفلية الساكنة كل ما بتزداد سرعة انسياد طبقة السائل. السؤال واحد وعشرين. سؤال واحد وعشرين. وضع منشور ثلاثي داخل اناء زجاجي به ماء. وبرضو فكرة من اللي ركزنا عليهم انك تاخد بالك ان المنشور ممكن بقى بسط غير الهواء فانت مش بتطلبك لانك هتفكر في الطريقة العادية اللي احنا اتفقنا بها. هنا بديك معامل انكسار الماء عادي ومديك معامل انكسار الزجاج. وبيسألك ايه علاقة اتنين بالتمانية على التسعة في التلات اختيارات? بتساوي ولا قل ولا آآ تمانية على التسعة ولا تسعة على التمانية? طيب ايه الحكاية? كلها الحكاية كلها ان هو هنا بيقول لك آآ انعكس انعكاسا كليا عند اكس. يعني لما سقط عند الاكس هنا انعكس انعكاسا كليا بهذا الشكل وخرج من الواجه بي سي. تمام كده? تمام كده. طيب هو سواء بقى يخرج عمودي او او مش عمودي بغض النظر ان هم انه هو حصل له انعكاس كلي حسب الزواية بقى ايه ما يسقط عمودي وينفز على استقامته وبيحصل له انكسار مش هتفرق ده مش موضوعنا. كل موضوعنا انه عندي النقطة دي حصل انعكاس كلي افهم منه ايه? افهم منه ان اكبر من الزاوية الحرجة بسبب ان فيه انعكاس كلي صحي كده? طيب بتاعت الزاوية هي بتتنسب ترضي مع قومية الزاوية. كل ما اتزاود الزاوية كل ما اتزاود الصين. فبالتالي الصين اتنين اكبر من الصين فاي سي. طيب الصين فاي سي دي بكام? لان الطرف الايسر عندها كله صين فاي اتنين صين فاي اتنين وهكزا. تمام? صين فاي سي بتساوي صين آآ كام? او بتساوي مش بتساوي صين بقى بتساوي. ان الوسط الاقل على الوسط الاكبر من الاقل الوسط التاني اللي هو الماء. فبتكون ان ماء على ان زجاج. اللي هي احنا وصلنا كده ان الصين فاي اتنين اكبر من الصين فاي سي اللي هي بتساوي ان ما اربعة على تلاتة. ان زجاج تلاتة على اتنين في المقام تبقى تلاتة على اتنين فوق كده مقلوبة. فيبقى عندك تمانية على تسعة. يبقى الصين فاي اتنين اكبر من التمانية على تسعة. يعني الصين فاي اتنين هنا اقل والاختيار ممكن تكون هي الاختيار الرابع. هو مش باين عندي الاختيار فاتأكدوا ان الاختيار الرابع هو ان اكبر من التمانية على تسعة وحد يبقى يكتب في التعليقات الاختيار الرابع ده هو اللي كان موجود ولا لا عشان نشوف اه ايه الحل. السؤال تلاتة وعشرين جايب منشور رقيق زاوية رأسه عشرة وسقط عليه شعاع ضوئي ثم خرج ليسقط على مرآة مستوية. هذه المرآة المستوية توازي الضلع اكس زد فانها سيتا اربعة. المرآة دي توازي الضلع ده اكيد لها فائدة. طب ايه الفائدة دي? ده عمودي على المرآة اهو لان دي زاوية سقوط ودي زاوية انعكاس للتنين متساويين. وده عمودي على الضلع بتاع اكس زد. والرسمة مش دقيقة اول مفروض كان يبقى عمودي 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 يعني انما ده مش عمودي اوي. عمي علينا يعني بوضع النظر ان احنا عارفين ان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بحرف الزد برضو اللي اتكلمنا عليه واركزنا عليه تاني في فيديو المراجعة وان الحاجات دي مهمها ما ينفعش تنساها تقول له عمرك. فهنستفيد من كده ان الزاوية دي اللي هي واحد او الزاوية دي اين كان ده اسمها بتساوي الزاوية سيتا تلاتة. تمام كده? طيب. ايه المطلوب? المطلوب سيتا اربعة. طيب ببساطة خالص مش ده حصل انعكاس على مرآة يعني السيتا تلاتة هي سيتا اربعة? اه. طيب مش سيتا تلاتة هي زاوية الانكسار? اه. يبقى السيتا اربعة هي سيتا تلاتة هي زاوية الانكسار. طيب انا عندي زاوية انكسار وعندي معامل انكسار ومعامل انكسار وعندي زاوية سقوط عرف اجيبها. فبالتالي من قانون سنيل عرف اجيب زاوية الانكسار اللي هي هي سيتا تلاتة اللي هي هي سيتا اربعة. طيب زاوية السقوط كام? انا عندي دي? تسعين درجة هو الاي لدي ودي عشرة فبالتالي دي هتكون تمانين درجة. هي بقيت التسعين. عشان يبقى مسلس مية وتمانين. فبالتالي زاوية السقوط هنا عشر درجات. يبقى باختصار قانون سنر لمعامل الانكسار بتاعك عشرة في صاين او معزرة واحد ونص. معامل انكسار الزجاج واحد ونص في صاين الزاوية اللي في الزجاج اللي هي عشرة. تسوي معامل انكسار الهواء اللي واحد في صين الزاوية اللي في الهواء اللي هي سيتا اللي انا عايزها فالسيتا زاوية الانكسار هتكون صين مينس وان اللي هاشفت صين واحد ونص صين عشرة ونشوفها تطلع معنا بكامل سيتا. هتطلع معاك خمستاشر يا طبعا طلع خمستاشر وتسعة من مية مش هتفرق التقريب لأقرب درجة. بعد كده منشور رقيق والامتحان كله عن منشور رقيق مش عارفين ليه المفروض هو توزيع الامتحان بس اللي مختلف. بس الفكرة ان هو مركز على بعض الافكار المعينة. المهم يعني ان زاوية الرأس هنا عشر درجات. ويمدينا معطيين عن ور ويلو. طيب ايه الحكاية بتاعة دي هستفيد بها ايه? طب نكتب القانون بتاعها الان وي بتساوي ايه? زائد على اتنين. معاك سروا متوسط مجموعة اللي احمر والازرق على اتنين. طيب ده موجود. الان بي والان ار الاتنين مش موجودين بس موجودة النسبة بينهم. طيب انا عايز مين? عايز الان بي. طيب انا اخلص من الان ار ازاي? اجيبها من هنا. طيب تجيبلي الان ار من هنا? اه. عشرين في ان بي على تلاتة وعشرين. الاتنين لقصات بعض في بعض. يعني عشرين على تلاتة وعشرين ان بي. بس كده تشيل الان ار تحط مكانها الان بي فهتطلع لك معادلة في متغير واحد تقدر تحلها. الان وي بواحد ونص تساوي. ان بي سيبها زي ما هي? زايد الان ار اللي هي عشرين على تلاتة وعشرين ان بي على اتنين. يعني الواحد ونص هيساوي. ان بي زايد عشرين على تلاتة وعشرين يعني هتعمل على الالة واحد زايد عشرين على تلاتة وعشرين هتطلع تلاتة واربعين على تلاتة وعشرين ان بي على اتنين. طرفين في وسطين يعني التلاتة بتساوي اه تلاتة واربعين على تلاتة وعشرين ان بي. اتنين في واحد ونص في تلاتة وده يفضل لك زي ما هو. يبقى الان بي بقى بتساوي كامل لجنبها توضيه الطرف التاني مقلوب يعني تلاتة وعشرين على اربعة وتلاتة واربعين في تلاتة اللي هي تطلع تسعة وستين على تلاتة واربعين ونشوف تطلع معنا بكام تطلع واحد وستة من عشرة وبرضو مقربها فالناس اللي عندها مشكلة في التقريب الامتحان كله معتمد انك بتقرب كل القيم تقريبا. السؤال الاربعة وعشرين سقط وعضو ايه على سطح زجاجي من الهواء سقطة من الهواء على سطح زجاجي. معاملة الانكسار له الجزر 3 له دي مين? طبعا الزجاج مش الهواء يبقى N زجاج تلاته انت عارف ان الهواء بواحد والطول الموجي لضوء الساقط يعني ايه الضوء الساقط? الضوء الساقط الشعاع الساقط او يعني في الوسط الاولاني. طب نكمل برضو هتلاقي بيقول لك فان الطول الموجه الشعاع المنكسر يبقى عايز الطول الموجي هنا. يعني بمعنى اصح وادى لك الان زجاج. وعندك فوق الان هواء انت عارف ان هي بواحد. وقال لك ان طول الموجة للشعاع الساقط يعني للضوء في الهوى خمسمية نانو متر. والمطلوب الان في الزجاج تاني مرة يكرر نفس الفكرة تقريبا كان معلق في الامتحان. ما علينا المهم ان ولمضة العلاقة ما بينهم عكسية. يعني لمضة هواء على لمضة زجاج تساوي ان زجاج على ان هواء. طيب الاختيارات عندنا بالملي متر وعندنا الطول الموجة بالنانو متر مش هتفرق هتطلع الطول الموجة بالنانو متر وبعد كي هتحوله للملي متر. يعني احنا هنا مش هنحول سيبه خمسمية بس تعرف ان هو نانو في الاخر. خمسمية دي اللي هي بتاعت الهوى يبقى عندك خمسمية على زجاج اللي انت عايزها تساوي ان زجاج اللي هو جزر تلاتة على ان هو اللي هو بواحد. تمام? انا عايز اللمضة بتاعة الزجاج. هتبقى واحد في خمسمية على آآ واحد خمسمية على جزر تلاتة. تمام كده? طيب خمسمية على جزر تلاتة دي تطلع علينا بكام? او قبل ما تطلع علينا بكام خلينا نحاولها بالمرة للملي متر. المفروض دي بالنانو متر. وانت عاوز تحاولول للملي متر. النانو ده عشرة قس سالب تسعة. وده عشرة قس سالب تلاتة. الفرق ما بينهم كام? عشرة قس سالب ستة عشان من صغير لكبير القس سالب فيبقى عشرة قس سالب ستة. يبقى تضرب ده كده في عشرة قس سالب ستة ونشوف تطلع معنا بكام? هتطلع لك في الآلة زي مية طلع معي كده? اتنين تمانية تمانية ستة تمانية في عشرة قس سالب اربعة ملي متر. في بعض الآلات ممكن تطلعها زي الاجابات على طول. بس انا الآلة عندي مطلعها كده. فلو طلعت عندك كده ايه الفكرة? هنا الاختيار اللي شبهها في اتنين هم. ميتين تمانية وتمانين. الفكرة انك لما تقدم العلامة رقمين يمين بتزود القس سالب اتنين. فيعني تبقى اتنين تمانية تمانية علامة ستة تمانية بس اللي اربعة تخليها سالب ستة ملي متر يعني الاختيار التاني. سؤال خمسة وعشرين. عند اجراء اختبار سرعة ترسيب الدم لسلاس اشخاص. آآ ده سؤال برضو من الحاجات اللي كنا بنأكد عليها بنقول يا جماعة النظري ما ينفعش نهمله بحجة ان احنا خلاص في نظام جديد وفهمه كلام ده. الفهم مش معناها ان ما فيش معلومات. فهم معناها انك بتفهم كل المعلومات بس مش مضطر انك تقعد تحفظ آآ حياة ما لايش لازمة. او ان هو مش هيجي يقول لك سمع بغض النظر عن ان انت استفدت بالمعلومة ولا لا. فهو هنا بيقول لك ده سؤال يعتبر نظري بس اجراء في صوت اختياري ما فيش فيها ايه مشكلة. اختبار سرعة ترسيب دم لتلات اشخاص. الاولاني عنده حمى روماتيزمية والتاني انميا والتالت راجل سليم قد ترخيره. فالسرعة النسبية لمعدل تساقط كرات الدم الحمراء تكون فيه. ايه السرعة النهائية لمعدل تساقط الكرات الدم الحمراء? معناها ان يا سرعة الترسيب يعني بس سرعة داك التعريف بتاعها. فسرعة الترسيب بتاعت الحمى روماتيزمية تبقى اكبر. والانميا بتبقى اقل. فبالتالي الشخص التالت اللي هو السليم هل اكبر? لأ. بتبقى وسط ما بين الكبيرة والصغيرة ده كبيرة ودي صغيرة هو السليم بتبقى سرعة الدم. اه قيمة بتاعاتها مش عارفينها بس بتبقى وسط ما بين الاتنين يعني. الاشخاص السلاسة متساوية. طيب هل هم كلهم زي بعض? اكيد لا. الشخص التاني اكبر بتاع الانميا? لأ. انما من الاجبر? الشخص الاول اكبر اللي هو عنده سرعة اللي عنده اه حمى روماتيزمية. السؤال ستة وعشرين ياسري سائل في يانبوبة بسرعة V فاذا زادت سرعته الى اتنين V. في انها نسبة بينها انصفها الاكتار. نعارفين ان ال V واحد على ال V اتنين بتساوي R اتنين تربيع على R واحد تربيع. وبرضه دي من المعنوات التي لاتزنى عليها. V واحد على V اتنين. السرعة في الاولا لانية كانت V وزادت الى اتنين V. فبالتالي النسب ما بين انصاف الاكتر R اتنين الى R واحد اللي هي دي. انا ملاحز ان هنا في تربيع فانا باخد الجزر التربية. الفية هتروح مع الفية هيتبقى لك جزر واحد على اتنين. يعني واحد على جزر اتنين. يعني الاختيار الرابع. ممكن يضحك عليك وما يجيب لكش الاختيار الرابع ويجيبها لك جزر اتنين على اتنين. هما اللي اتنين واحد. اللي هي رياضيا لو انت عملت في جزر اتنين على جزر اتنين. يتبقى لك فوق جزر اتنين وجزر في جزر يروح يتبقى لك اتنين. هي هيها الاجابة دي. او الاجابة دي. وسو سهلها عليك واجاب لك الاجابة الاولى. السؤال سبعة وعشرين. للزجاج واحد ونص. اي الاشكال يحدث لهو انعكاسا كليا. نجي للاولاني سقط عموديا ينفذ على استقاماته. عموض مقام تسعين ستين يبقى دي تلاتين يبقى زاوية السقوط هنا كام? ستين. من وسط اكبر لوسط اقل لازم تحسب الزاوية الحرجية عشان كده هو مديك الان فهتحسب الفاي سي اللي هي شفت صين اللي هي صين مينس واحد على ان اللي هي واحد على واحد ونص تطلع واحد واربعين وتمانية من عشرة درجة. فبالتالي الستين اكبر من الزاوية الحرجة فبيحصل له انعكاس كلي بزاوية ستين. ففعلا ده حصل في انعكاس كلي بس ما تنفعش تقول هي دي بس لان هنا الاختيارات المزدوجة يعني فيه اتنين فيهم انعكاس كلي فلازم تكمل. سقط عموديا ينفذ على استقامته. عمود مقام دي زاوية قايمة وستين يتبقى لك تلاتين. يبقى هنا زاوية السقوط برضو بستين يبقى يحصل انعكاس كلي فبرضو هتكون دي والسي فالاجابة الصحيحة هي دي والسي وما تكملش لان كل الاختيارات زوجية فقط. السؤال تمانية وعشرين والفكرة اللي ركزنا عليها في الفيديو بتاع الضوء الاخير برضو بتاع المراجعة. قلنا انك لما تجي تحسب لمضة في شكل من الاشكال اللي قدامك دي بتقسم المسافة على الموجات. مع مراعاة نفس وحدة مش دي نفس وحدة القياس اللي هو من دهلك. وانا لما المحور بيكون زمن فالمسافة بتجي لك على الرسمة. الحاجة التانية مش بتركز هو بدأ منين وخلص فين لانت بتركز المسافة محددها لك من اول فين لغاية فين. وتبدأ تاد. فمن قمة القمة موجة لقمة تانية مكتين. من قمة القاع نص يبقى كده اتنين ونص. يبقى عدد الموجات اتنين ونص. طب المسافة خمسة وعشرين متر. خمسة وعشرين متر على اتنين ونص يعني عشرة متر الطول الموجي. يعني الاختيار الاخير. الشكل في السؤال تسعة وعشرين. الشكل الموضح يمثل شوعة ضوء ايه. سقط على سطح فاصل. جزء منه انعكس وجزء اخر انكسر. مدينا معامل انكسار مطلق اول وتاني. مدينا زاوية ما بين ساقط ومنعكس. طيب سابعين يبقى زاوية السقوط خمسة وتلاتين درجة. وزاوية الان عكاس خمسة وتلاتين درجة. تمام? اه لو انت متصار زي حالتي كده عشان وقت الويديو لما بيطول بياخد وقت كبير عما يترفع فلو انت في الامتحان اتصار باعت وقلدت في الامتحان ده فامتحانتك جروبا. يعني انت بتتعلم من غلطك انت عرفت انك بتتسرع لانك بتتحصل من الوقت. تركز بعد كده انك طول السنة تتعود تحل اسرع. تتعود تفهم اكتر تركز اكتر. دي المعلومة اللي عايز اوصلها لكو اكتر من المنهج منها خلاص خلاص دي اهم معلومة. يعني مسلا انا كنت هنا بقول خمسة وتلاتين كنت اكتبها تلاتة وخمسين وكنت اكمل بقية المسألة غلط. ده بسبب تسرع. تمام? فانت ما تتسرعش. فهي سبعين نصوها خمسة وتلاتين وخمسة وتلاتين. يبقى عرفنا ان الزاوية دي خمسة وتلاتين اللي هي زاوية السقوط اهي خمسة وتلاتين. طب انا ليه قلت زاوية السقوط? لان انا انا عايز زاوية انكسار. فبالتاني عندي زاوية سقوط. وعندي معاملات انكسار فمن القانون اسنيل على طول القانون اسنيل اللي بقول معامل انكسار المطلق للوسط الاول اللي هو واحد اتنين وخمسين من مية. في صين زاوية السقوط اللي في الوسط الاول اللي هي خمسة وتلاتين درجة. تساوي معامل انكسار للوسط التاني وانحد ستة وتلاتين من مية. في صين زاوية انكسار في الوسط التاني اللي هي سيتا. وبالتالي لو انا عايز سيطا فتكون شفت صين الى هي صين ماينس 1 لمن بقى? انا عايز دي الصين واحدة فبقسم على جنبها في الطرف ده فتبقى الواحد اتنين وخمسين صين خمسة وتلاتين بقسمها على واحد ستة وتلاتين وتطلع معنا السيطا نشوفها تطلع بكم تطلع تسعة وتلاتين سبعة وتمانين اللي هو الاختيار الاخير تسعة وتلاتين سبعة وتمانين برضه بالتقريب السؤال التلاتين والاخير والسؤال تقريبا الوحيد اللي فيه غلطة بعض الاسئلة بقى فيها الحاجات مش دقيقة بس انما ده اللي فيه غلطة فعلية بتبقى غلطة مطبعية يعني هي او مش متقبلة نتكون في امتحان بس وارد اي حد يغلط وامتحانات السماع العامة طول عمرها فيها اخطاء بتقل بمرور الزمن يعني كل سنة بتبقى اخطاء هقل ولكن في اخطاء عشان ما نقولش نظام الجديد هو السبب في الاخطاء كل الامتحانات دايما بحصل فيها مشاكل قبل كده فكل الغلطة اللي هنا تعال نشوف بقى انت هتسقط عمودي هتسقط هنا فحصل انعكاس كلي فالمفروض حضرتك تفكر ان معامل انكسار واحد ونص فاول حاجة تفكر فيها ان اللي هي زاوية الحارجة واحد على واحد ونص اللي هي بتطلع واحد واربعين وخمس ونص او تمانية من عشرة تقريبا دي زاوية الحارجة فبتالي المفروض حضرتك تقول ان الزاوية دي اكبر من الزاوية الحارجة طيب تعال كده نحسبها دي تسعين ودي تلاتين فتبقى دي ستين هتبقى دي تلاتين يعني اقل من الزاوية الحارجة ومنفعش يحصل انعكاس كلي بس المسألة مبنية ان في عنك انعكاس كلي فالغلط فين? الغلط ان الزاوية التلاتين دي المفروض ستين والزاوية ستين دي المفروض تلاتين فلو دي ستين فتبقى دي تلاتين فتبقى دي زاوية السقوط ستين فعلا اكبر من زاوية الحارجة يبقى فعلا يحصل انعكاس كله بزاوية ستين درجة. حصل انعكاس كله بزاوية ستين. يبقى بقية التسعين تلاتين. وفي عندك تلاتين يبقى ستين. بقية المسلس ده مية وعشرين. شيل منه القايمة يتبقى لك مية وعشرين نقص تسعين تلاتين زاوية السقوط. سقط بزاوية تلاتين. في وسط اكبر كسافة الى اقل كسافة. بزاوية اقل من الزاوية الحرجة. فيحصل له ايه? انكسار. انكسار ايه? مبتعدا على موضوع المقام. يعني المفروض كان ينزل كده. لأ انكسر مبتعدا. يبقى يمشي كده. اللي هو مين? يبقى الاختيار الصحيح ان هو مرا بين النقطة ايه? تمام كده? ده الامتحان الاول. الامتحان من رأيي امتحان كويس. اه الخطأ اللي حصل ده خطأ طبعا هو ما فيش مشكلة للطالب. اي امتحان فيه خطأ. ايان كان على مر الازمان يعني لما السؤال بيتلغى وتوزع درقته. اه اما هو ده الحل الاحسن اللي بحصل يعني هو بيتلغى. فمحدش الى انه غلط في السؤال ده. اه بس المفترض انا كنت تتفكر بالطريقة دي. انا لو انت طالب في امتحان وليد حاجة زي كده انا مفروض تفكر بالطريقة زي ما انا فكرت. طيب هتقول له اصلا انت مدرس هقول لك ما يشي ما تفكرش. السؤال وركز وتعود على سرعة الحل شوية بتركيز والموضوع يبقى معاك تمام. اشوفكم ان شاء الله بقى في الترمي التاني. على خير بازن الله الاسبوع جاي. وما تنسوش برضو بقية المواد على القناة سنتر العبقاري. بالاضافة ان شاء الله ينزل لكم حل الامتحان التاني. اللي هو النموذج التاني للمتحان ده. سنتر العبقاري قناة تعليمية لبناء وتأسيس الطالب العبقاري فهي تقدم شرح المناهج الدراسية في جميع المواد. بالاضافة الى حل التدريبات والمراجعات وايضا حل الامتحانات. فهي تكفي الطالب علميا وتوفر عليه وقتا وجهدا ومالا. لذلك سارع الان بالاشتراك في القناة. وانتظرنا من بداية الفصل الدراسي الثاني. وضعت على علامة الجرس كي تتابعنا وتشاهد اول فيديوهاتنا. وانت ايضا لك دور في نشر هذه القناة بين اصدقائك كي تعمل الفائدة بينهم. فقم بعمل اعجاب للفيديو وانشره الان. نراكم في اول فيديو ان شاء الله. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.